محكمة جنح مدينة نصر حكمت في الدعوة المقامة من محمد الشيبي ضد حسين الشاحات امبارح بالحكم بالحبس سنة مع اقافة تنفيذ غرامة مية الف جنيه الحرمان لممارسة النشاط الرياضي يعني اي دخل في اي شؤون ادارية او ترشيح في مجالس الادارات لمدة خمس سنين الواقعة الاولى من نوعها في التاريخ في الكرة الارضية في المجرة فكل اللي بيلعبه كورت القدم عارفين انتو كورت القدم دي اول مرة تحصل طيب الحكم ده بابدقي كده عشان نفسر مع الناس اول حاجة ده حكم اول درجة الحكم اول درجة معناه ان في استقناف وبعدين في نقد اللي استقناف في مدة عشر ايام من صدور الحكم يعني اه حسين الشاحات والمحامي بتاعه قدامهم من النهاردة كده تسعة ايام تاني يلحق يعمل الاستقناف بتاعه ويقال ان هو هيعمله بكرة يوم السبت طبعا الجزئية الخاصة بالحكم دوت يعني كانت صدمة بالنسبة للناس كتير بصرف النظر ان احنا متفقين عشان اخواتنا المغربة اللي بيشوف الفيديو دوت بيشوف تعليقاتهم كتير احنا متفقين من الالف لليه ان حسين الشاحات غلطان 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 محدش يزيد بقى ولكن في نفس الوقت موضوع اعتزاره موضوع ان الشيبي رغم الاعتزار كمل في سكيته في المحاكم المدنية وان هو مقبلش الاعتزار هي برضو مخالفة صريحة من الشيبي انه يلجأ للمحاكم المدنية ويصل لهذا الحكم طيب هل هيتم الحكم بقى في الاستناف تأييده من عدم ولا لا ده اللي هيبان في الفترة اللي جاية قام اتحاد الكرة اللي هو سبب المصيبة خد بالك اقسم بالله اتحاد الكرة هو سبب المصايب في كل اللي بيحصل في المشهد القروي وهو السبب اللي اكبر في اللي حصل ما بين حسين الشحات والشيبي واحدة يسمعني يقول لي يا عم هو ايه هو مال هو ده اللي ضربوا بالقلم اتحاد الكرة هو زنبو اين ده تطول على ده وده رفع قضية على ده هقول لك لو كان فعل العقوبات بما يردل له بشكل قطعي كان الوضع يختلف مباراتين ومئة الف جديلة حسين الشحات ما خانتش العقاب الراضع الاجابي اللي ممكن يخلي الشيبي او برامدز ما يبقوش بيسخنوا ان هم يكملوا رفع دعوة قضائية اتنين بمجرد لجوء الشيبي للقضاء كان يجب على اتحاد الكرة ان هو يفعل اللايحة برضو وان يوقفوا ويعملوا قرامة زي ما عمل مع حسين الشحات جاي اللي مبارح بعد ما يصدر الحكم اتحاد الكرة الشملول يطلع اقاف آآ ست مباريات للشيبي وغربة مئة الف جنيه طب اشمعنا دلوقتي انا هقول لك اشمعنا دلوقتي عشان طبعا النادي الاهلة هيساعد للمحكمة الدولية القروية طبعا محكمة الدولية فيما اتعلق بالجزئية الخاصة بالفيفا في التعامل في مثل هذه الامور ان انت دلوقتي اللاعب ده راح للقضاء الاداري وخالف اللوايح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي ورغم ذلك الاتحاد الكرة ما عاكبوش اما الاتحاد الكرة قالك الحق نفسي هوب اداله ست مطوشة وغربة مئة الف جنيه عشان يبقى قدام كده التحقيقات ومحكمة الرياضية الدولية ان هو كده يبقى الموضوع بالنسبة له تمام وهو اصلا سبب المصيبة كلها زي ما اتفقنا معاكم لو كان فعل من الاول القوانين لو الموضوع ده انت عارفين يا جماعة من شهر سبعة تلاتة وعشرين بقى سنة سنة في القضية دي جايين دلوقتي يقول الناس تزعل في الموضوع بتاع الحكم اللي ما اخشاه ان دي بما انها وقع اولى فتحت الباب على مصر عايهة لاي لاعب ده احنا بنشوف ساعات تحرش في الملعب يشتم حد يتحرش بحد يضرب حد يحصل خلافات اعرف سكته القضاء الاداري يا باشا المحاكم هاخد حق منك بالقانون زي ماشي بكده قال ان ان خدت حق من حسين الشاحات بالقانون حكم سنة بالحبس مقاقا في التنفيذ خلص هي بالنسبة له كده اه طبعا مش هيبقى بينفزها ولكن هي في سجله في الحالة الجنائية هيبقى عليه سنة لو لو تم تقييد الحكم ودي طبعا حاجة مؤسفة للغاية النادي الاهل طبعا في جعبته كتير وده اللي هيعمله وقاله كابتن محمود الخطيف في الفترة الجاي لما راجع المحام الدولي بتاعه الشاري القانوني وهيبقى فيه تصعيد في المحكمة الرياضية الدولية على هذا الحكم طب التصعيد هيبقى على ايه على مين على اللاعب الشيبي ولا بيرامدز ده اتحاد الكل داخل طرف في الموضوع فالجزئية هنا سرع مبين بيرامدز طبعا ايه الايدي الخفية اللي ضغطت على الشيبي انه يكمل في الحكم القضائي هل بقى اهله في المغرب هل ينزع لنا هل فانا كان لازم يكمل في السكة دي عشان الايهانة رغم الاعتذار طبعا ده شأنه هو حر فيه احنا هنا عشان الناس بتاعتي تقول لك انت بتتبنى جهة عن جهة لسه جاي من الحلقة في البرنامج لوقتي نقد رياضي حصل خناقة بيني وبينه على الهوى في احلام مواطن صدر بقى تقدرتوا تشوفوها. اذا انا عاوز اقوله يا جماعة ان احنا دلوقتي في مرحلة العبس. والعبس ده ودنا للمشهد المقزز ان يبقى لعيب خناقة ملعب حتى لو غلطان وقال لادبه ولا قول اللي تقوله. تحكم عليه في حكم اه في جنح. ما شفنا هاشا بل كده. ما شفنا هاشا بل كده. ويا ترى بقى ده هيبقى كل الناس هتكمل عليه زي ما انا قلت في كلامي. ده اللي احنا هنشوفه الفترة اللي جاية.